في هذا اللقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برحب بسيطة الدكتور أهلاً محمد السيد عاملت التعاون بين مصر والهند في قطاع الطاقة خاصةً وأن هناك اتجاه عالمي للاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والتبادل فيما بين هذه الدول في مجال الطاقة والكهرباء تحديداً لو سيطتك تكلمنا بشكل أكثر تفصيلاً عن هذا التعاون بين الجانبين المصري والهندي أهلاً 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 حضرناً المؤتمر النهاردة وكنا نتكلم مع رجال الأعمال من هند الشقيقة والواضح طبعاً أن هناك اهتمام كبير بالطاقة المتجددة ونسبة بنا حباها بقدرة هائلة على إنتاج الطاقة الكهربائية إحنا نحن 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 نظرية نقدم نمتج لغاية 350 ألف ميجاوات من الطاقة الرياح وحوالي 650 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية فهذه كمية هائلة تقدر تكفي الكافية إحنا وأكثر وقدم بقدر نصدر إلى الخارج التعاون مع الجانبين هو برضو مهتمين بهذا الأرض تماماً يمكن حنتكلمنا مهاردة فيه المؤتمر مع رجال الأعمال مع رجال الأعمال في المؤتمر اللي فات دهوت نتكلمنا على إمكانيات للتعاون في هذا الأرض وأيضاً للإستفناء في مصر في مجال الجنيه وهادي جنيه نحن نحن نعرف أن الجانبين أقدر بيعتمج بالدرجة الأولى على أنه بيستخدم الطاقة التهربية للتحليمية الطاقة الرياحية لازم يطلع من المصادر متجددة اللي هي الرياح والطاقة الشمسية فالمشروعات ديت بتجر على مستوى العالم يعني اهتمام كبير جداً وإحنا عندنا عدد كبير حتى الآن نقدم على أنه يستطنر في هذا القمر إحنا نعطينا بحيث أنه يقدر يبني المكان بتاع المحلل الكهرابي ببنيه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإحنا نعتبر عندنا المساحات الكبيرة المتاحة لبناء اللي بحطات سواء كمنطقة الشمسية أو منطقة الرياح ترجمة نانسي قنقر